السلام عليكم ورحبا بكم معي في فيديو جديد وفي قضية جديدة القضية اليومة مغربية 100% وكانت دار تلبز واحد لوقيتها في المغرب كنت على لسن اي واحد وحتى الصحافة بطبيعة الحال بالتطور ديلها ما قصراتش حتى غاد يتولي قضية رائعام غايولي هدرع لها صغير و الكبير لانها كانت مؤلمة بزاف وكانت كتضر في الخاطر والأحدث ديالها ديك سعوا وقعوا في مدينة الرباط والبطلة ديالها هي واحد البنت اللي كان اسم ديالها حنان اللي كانت من مواليد 1994 حالا مني كانت صغيرة قدي توفى الوليد ديالها هتكبرغي هي والأم ديالها كانوا كيعانيوا من الفقر الأم ديالها كانت تخرج النهار الكامل ما كانت ترجعش للدار كانت تدبر وكانت تدمر باش تشيب تطريف ديال الخبز لبنتها كانت تخدم في الميناج في المخربازات في المحلابات في أي بلاسة المهم غتجيب لقمة تعيش حالا طيبا لالابنة ديالها حنان غتكبر بوحدها مكنش المراقبة مكنش توجيهات مكنش اللي غينسحها شي اللي غدي خليها تخلى على الدراسة ديالها في واحد سنة اللي صغيرة بزاف وغادي تخرج من القرية من الابتدائي حنان غتبقى قلساغي في الدار كتعون ممها في الشغالات كالطيب الغداء والعشاو والسياق المهم حياتي روتينية المهم غيبقى وعايشين على هاد الحال الأم دي ما غيبه خدامه والبنت غساب بوحدها في الدار هتبقى حنان على هاد الحال حتى غدي تصل لواحد السن اللي لا بأسة به كنت فترة المراهقة ولكن كانت باقة قاصر هيتقدم لها واحد الشاب باش يخطبها الأم ديالها بلا ما تردد غادي توافق على هاد الزواج واحتحانا بطبيعة الحال لانه ما عندها حتى شي هدف وما كان عندها حتى شي مخططات في الحياة ديالها فقالت اللهم ما نزوج ولا نبقى قلسا حد يغيط دار الشغالات ديالها لما كيثاليوش وقالت ربما انت نقد من هاد الفقر اللي انا فيه ونعيش هي عيشة معززة مكرمة وانتها اللحطة فم ما يمتع لاش الله مهم دك شي لي كان حانا غادي تزوج بالرغم من انها كانت باقة قاصر واحتدك الشخص اللي غادي تزوج به من البدايات ديال الزواج هو هو نارجيسي كانت بينتهم بزاف ديال المشاكيل يعني كان بين الزواج من الاول دياله ما غاديش يصدق وما غاديش يكمل ولكن وخات الشي كامل حانا غادي تحمل وغادي تزاد عندها وليد ومباشرة من مرما غادي تولدك الوليد غادي يبدو نقاشات كبيرة خصومات كبيرة لرجتك توصل للتهديد ولكن غادي قلتوا وغادي تفاهموا هي وزوج ديالها باش انه من هي واد العلاقة ويتطلقوا وكل واحد يعيش حياته لانه مبقات راحة ومبقات عشرة حانا غادي تطلق وغادي ترجع لعند الام ديالها كيم مكانوا في الاول غا هو الفرق اللي كان دابا انها مشاست زوجات وجبت معها بيبي وراكم عارفين مسئولية ديال لبيبي كيفاش دايرا يعني إلا كنتوا عايشين في الاول بغايف الزوج دابا وليتوا ثلاثة يعني مسئولية غا دوكت كبر الام غادي تقترح عليها باش انها تبشي تدير شي ديبلوم شي صناعة حل مثلا الحلاقة ولا الخياطة ولا المهم شي حاجة اللي غادي تقدر انها تخدم على رأسها وعلى ولدها وفعلا حانا غادي توافق وهنايا غادي تبدأ حانا كتتبدل من بعد ما غادي تسجل فدك صند تخديها للحلاقة كما كتعرفوا انه حانا كنت باقف لشجال مراهقة يعني عز عليها تلبس وتماكي وتخرج وتقاد ولكن نسيت بانه عندها مسئولية ديال بابي سكيفة ديما كتخلي هي اما الام ديالها ولا خالتها المهم ديما ليحاها وهي كتخرج وتدير علاقات نساطرسها انها مطلقة وخصة تخدم على ولدها ولكن ناظروها لانه كانت باقة صغيرة مهم داك الولد سكين ديما مليوح عند الام ديالها عند الخالة ديالها عند الجيران كانت تسوق لها نهائيا اتشع لها حسب الاقوال الام ديالها وحتاج لها حسب الاقوال ديال الجيران المهم ما كانت ملتزمة نهائيا القراية ديالها خلتها لذلك ما كانت متسوقة كانت ملتزمة باش انها تمشي في الوقت وتجي في الوقت وتخدم والدمير وتقول خصنين ندير ديبلوم خصنين نخدم على ولدي الا كانت فقط كنتمشي سعطيها للدوران وترجع للدار تكشبك في الاخر غادي تخليدك الديبلوم وغادي ترجع عودة الام ديالها كما كانوا في الاول كتخرج وترجع 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 الولد المسكين ليحاه وبقوا يعيشين على هذا الروتين وبحكم انهم كانوا ساكني في دوك الاحياء القديمة في مدينة الرباط راكم عارفين شنو كيكون تماما كيكون تشمكي كتكون البليال فاساد المهم تشرميل بهذا المعنى هذا اي حاجة بغيتيها كتلقها تماما اما كتعرفوا في دوك الاحياء داروج ما كيكون واحد الحقار اللي كيكون كيحقر على كل شي ديما كيتعنى بصحة جالو كيقول للناس بانه انا اللي قوي وانا اللي غادي تحكم فيكم المهم راكم عارفيني علاش كان اهتر والشخص اللي كان في ديك الحومة بهذا المواصفات اللي كتليكم كان الاسم ديالو عبدالواحد واللي كان من مواليد 1963 كان معروف الحومة ديالو انه كيقطعها في كل شي وكل شي كيخاف منه الصغار والقبار لدرجة انه ممكن يدخل عندك حتى لدار ديالك ويجبد معك مشكيل ويدبز معك في قلب دارك المهم كان حقار بهذا المعنى هذا وكان كيحقر على اي واحد ما كيخليته شي واحد يهضر واحتمل الحبس ولا عندو شي حاجة اللي عادية كيدخل ويخرج من الحبس كأنه غادي مصافر وغايرجح مرا كيتشد على الفساد مرا كيتشد على العنف مرا كيتشد على التجارة في المخدرات مرا كيتشد على السكر العلني مهم كل مرة وكيفش كيتشد وكل مرة وينا قضية على يش كيتشد السيد مولي في الحبسات المهم هذا عبد الواحد كان من اقبح خلق الله من اشرهم كان من بين الناس اللي متمنش تلاقى معهم في حياة الكاملة ولو بالصدفة المهم انا عطيتكم صورة عليه باش تعرفوه كتر عبد الواحد علمنا غادي يحتلعين غادي يحتلعينها لحنان الفتاة المستدعفة اللي عارفها انها يتيمة ما عندها لا اب لا اخ لا عم لا خال ما عندها هاتش واحد في حياتها وكانت باقة قاصة كان عارف انها فقط عيش هي والام ديالها لكش يخله يزعم عليها المهم لقى فيها جميع المواصفات ديال اي بنت اللي يقدر يستغلها بكل سهولة حالا وقت ما خرجت كان كيتلقاليها وكان كيتحرش بها بجميع الطرق وتيقول لها انا بغي نزوج بك وانتك تعجبيني وما غاديش نخليك لشي واحد اخر وبالرغم من فريق السن الكبير اللي كان بيناتهم اللي كانوا واحد وعشرين سنة تقريبا حانا ما غاديش ترفضو وغادي تقرر انها تدخل معها في علاقة محرمة او لا تصاحب معها كما كنقولو في العامية حانا غادي تصاحب مع عبد الواحد وولا ديما معها ما كيتتفرقش معها داخلين بجوش خارجين بجوش غيبقى وهيكا حتى غيقول لي عودتني زيجزاقي ومشي يدخل الحبس ديك اللحظة في عبد الواحد غادي يدخل الحبس حانا غادي تبقى بوحدها وحانا خدت راحتها لانه ما كينش عبد الواحد اللي كيقطعها فيها وولا ديكتخرج وقت ما بغت وقددخل وقت ما بغت وحتى العلاقات كتربطهم مع بثاف ديان ناس يعني فقط ما بقتش مكتصر على واحد ولا على جوش بل وولا ديكتخرج كتر من كيكانس وقددخل وقت ما بغت ليجع الهمة دخلتها دي الصباح واذا كين نهار غادي يخرج عبد الواحد من السجن غادي يعرف اشنو كانت كدير هنفين غادي يشدها وغادي يعطيها سلخة ديان العصة عنفها جسديان ولفضيان حانا غادي تخاف منه طبيعة الحام وغادي تقطع جميع العلاقات اللي كان عندها وغادي ترجع وتنذك الروتين اللي كانت عليه تقول لك اندخل معها مثل واحد ببوحده وتخرج معها فقط وما كانت مشي لتشي باللصين ما كانش معها المهم كان معيشها في الرعب وحتى اللي قررت انها تفرق عليه كان ديما كيهددها وكيقولها تديريها هولها ندخل عليك للحفظ ندخل عليكم الضار اللي يجعني نقتلك أمك نيتمدك الوليد فيك أولا نخطف ليك والدك ما تبقى يعرفها فين كيه حانا كنت تموت من اللي خوف كنت تخاف منه كثيرا نكشي كي يخليها تطيع جميع الاوامير دياله ما كتتزعزع ما كتتكلم ما كتتفوه ما كتشي كلمة من يكون والكلمة اللي قالها لها كتكون أمرا وطاعة وكتنفدها المهم كنكي يسيسها وكي طمعها بالحيلة واخاكي يضربها واخاكي يعنفها كنكي يقوليها أنا كنت سنايا نجمع شي صيفات ونصلح اللي بيتلي عندنا فسطح ونجي نزوج بك يعني وعدك غادي نطلع فيك ونطلع لك فولدك ونطلع لك تفمك وما تبقيش محتاجة أنك تخرجي تخدمي لأنتي لأم ديالك وغادي بقى الوضع على هاد الحال سنين يعني ماشي عام ماشي عامين ماشي تلت سنين بس الساف ديال الوقت وهم على هاد الحال ما هما مزوجين ما هما مخطوبين ما تشي حاجة فقط عايشين واحد العلاقة اللي محرمة كيدير فيها ما بغى وكيعنفها كيدربها كيتعدع لها المهم ما منحقهاش تهضر وما منحقهاش تفوه بتشي كلمة وإمتى حانا كيتنفس وكتلقى الحرية ديالها شوية هي من عبدالوحد كيتشد في الحبس يعني إلا تشد شهر أو شهرين أو حتى عامين أو حتى تلت سنين مني كيخرج كيعاودي تتحكم فيها ويدير فيها ما بغى وتقطع عاوة سنين العلاقات ديالها مع الناس اللي كنتك تعرف وترجع تشد الطريقة مع عبدالوحد المهم بقوا على هاد الحال كيمكن لكم حتى دا سنوات كتيرا بالسف وحتى الناس اللي كانوا كاملين عارفين العلاقة لبينتهم وكاملين عارفين شنو كيربط حانا مع عبدالوحد وشنو كيدير لها عبدالوحد وكي كيعنفها المهم كانوا عارفين لهم كل شي الصغيرة والكبيرة وحتى الأم ديالها ديما ملاحظة فيها الكدامات ديما لحمها زرق وديما يعنيها زرقة وديما بنتها معنفه ونهار كتقول لها تفرق عليها بنتي ما عندك ماديري معاه كتقول لها ما عندي ماديرا ماما راح يخلعني وراح يهددني بيكم وراه أنا خايفة يديليه شي فضي حدك شي باش كينسي سيسمعه والأم مسكينة ما عندها مادير مغلوبة على أمرها فكتتضر أنها تبقى سكتة وتقبل ذاك شي واخا هي من تقبلهش ولكن كتسكت عليه وحالا ما كنتك تخبع لأم ديالها تشي حاجة كنتك تعود لها كل شي من أحتى تزيد من بعد ما حانان غادي تكبر يعني غادي تولي ناطجة وخاطرة في عقلها ما غا تبقىش حاملة عبدالواحد غا توليك تتهرب منه بأي طريقة يصوني لها تقطع عليه التليفون جمحوا يجهات مش يتهرب عند خالتها ولا عند شي واحد المهم ما يعرفها شين كينا وبطبيعة الحال عبدالواحد غادي يحس بهات شي من بعد ما غاي حس بأنه شي حاجة كينا وأنه حان انت بدلت عليه غا يقول ليك يقلب من موراها والتبعها ويرقبها وبطبيعة الحال صاحب الحسنات ركو معارفين فابدوق يوصولي هذا وهوكي يجب أن تفادق من الحياة الإطلاق وisa لتمي Lynn ناما دهج العديدية كل porcenta نحن نهيل مع البلد لكن ربح في فرصة رح كاتمشي كاتهرب عند دمها ومني كاتلقى شي فرصة عوثاني رح كاتمشي تجمح وجهها وتمشي سلع عند خالتها كي بقوا على هاد الحال كي لقى طبع الفار هي تهرب وهو يردها وهي تهرب وهو يردها غي بقوا على هاد الحال حتى لسنة 2019 والعلاقة اللي دامت بين حانا نوع بدل واحد غادي تكمل عشرين عام يعني يشوفوا مايش حال ديال المدة وهم مع بعضياتهم وش حال ديال المدة وحالا كتخاف منه وش حال ديال المدة وهي كتتعنف وكتتعذب حتى لهاد العام ديال 2019 كي ما كتلكم وبالضبط في رمضان فالليلة ديال العيد عادي تقرر حانا باش انها تشمح وجهها وتسدي الأم ديالها والإبن ديالها باش يمشيوا ويعيدوا عند الخالة ديالها اللي كي ما كتلكم كي نفسها ودك الشي اللي كان غادي تمشي تعيد عند الخالة ديالها هي والأم ديالها والإبن ديالها وغادي يقلسوا شي مدة ما بين اربع ايام و خمس ايام. وهذه المدة كاملة وعبت الواحد بغيها بالبلازابيل. كيسوني الي هوقي يقولها الى ما جيتيش دابا. غادي نجين هجم عليكم في الطر دير خالتك. وغادي نقتلكم كاملي. حانان قلترها بحال ديما. غادي نشوف كيفاش ندير نمشي عنده. نبردون كالميه. لعله وعسى يتبرد واحد شوية. ولكن هو كان ندارس واحد الخطة. كان يفكر كيفاش يدير حتى يستدرجها لعنده وتجي عنده بخاطرها. باش ديك السعاء يرتكب فيها شي جريمة او لا يدير فيها شي حالة. لانه كان مع الصبزة. وراكم عارفين حتى الانسان من يكون كيتعطى المخدرة فرا ما كيبقاش طبيعي في عقله بالمرة. وهات شي بسبب واحد الشخص من دوك صحاب الحسنات اللي كتليكم. اللي غادي يمشي عند عبد الواحد وغادي يوريه واحد الفيديو ديال حانان مع واحد شخص اخر اللي هو كيعرفهم زيان. ودك الفيديو فيه واحد لقطات حميمية ومخيلة للأدب. وهو بطبيعة الحال مني غادي يشوف دك الفيديو راح ما غاديش يعرف. لأ شنو غايدين وما عرفش شنو صف ديك اللحظة كان كيفكر يصفيها ليهو بس. وغادي يزيد يسعر وغادي يزيد يفكر ينتقم منها اني غادي يسمع واحد الاوديو ديال حانان بلسانها كتهدر فيه بالخيب. وكتخرج شيء أسرع عليه وكتقول لي هون بانني انا بغنت هنا منه ما بقيتش حامله. ودك الشي اللي غادي رحانا من بعد ما تخلعت من التهديدات ديالو. تنضم مباشرة تلبس حويجها وتتخونسبور وتمشي للرباط اللي عند عبد الواحد. مباشرة من بعد ما تلاقت معاه ومشت عنده الزلطار. كان يشدها ويعطيها قتلى ديال العصا. هو ديجا ومولفكي عنفها اه. ولكن العصا اللي يعطيها داك النهار كان قاسي بزا فو كان عنيف. بقاكي جرحة من شعرها. ما نزنقه هوتي جرحة من شعرها حتى دخلها الزلطار. مشكلة الناس كاملين شافوا ديك الحالة. واحتوحت فيهم ما قدر يعيط للشرطة. او لا يفمشي فقها لانهم كيقولوا ان داك الكوب اللي حنا عارفينهم من يو كانوا هو مصغر. يعني راح يقبروا على هاتشي. ومولفين دي ما كيشوفو كيدربها. ومولفين دي ما كيشوفو كطهرب ليه وكيردها. المهم ديجا كنوا متعودين الشي اللي غادي خلي الجيران ما يديروا حتى شي ردت فعل. المهم من بعد ما دخل هالديك البيت. غادي حيدلا حويجها كاملين. وغادي يعنفها واحد العنف. اللي راح ما نقدرش نصف ليكو. للدرجة انه جاب واحد تغنو في سليكان ماضي. وبقا كيتقوب لها لحمها كامل. من راسها عينيها نفها فمها وجهها صدرها. فخادها كنكي تقوبها بدك التورنوفيس. بلا ما يحن فيها. او لا يحن في ذاك الغوات اللي كانت كتغوت. وذاك البكاء اللي كانت كتبكي. من بعد مثلا من التورنوفيس غادي يجيب واحد العصى. ده هي كبيرة وغليضة. وغادي بقا يعطيها لراسها. لصحتها كاملة لداتها كاملة. وغادي بقا يخبطها مع الحيوط. كيهزحانا حتى السماء ويخبطها مع الأرض. وكيعطيها في واحد العصى ديالة بالصح. أعمرها في حياتها. ما كانت من عنده بحال ذاك العصى. دبقا كتغوت وكترجى وكتنج وكتطلب النجدة. ولكن حتى شي واحد ما اسمع ليها. وحتى شي واحد ما اعتقى. ولي كيزيد يضرر في هات شي. انه عبد الواحد ما كانش بوحده. بل كان معاه واحد الصديق دياله. اللي كان شاهده على ذاك شي كامل. وما كان قادر يدير حتى شي حاجة. كيشوف عبد الواحد كيعدد في واحد البنت. وكيعنفها. وصاحبه كيتفرج بلا ما يحس. بلا ما يحن. بلا ما تتحرك فيها حتى ضررت إنسانية. بقى على هاد الحال. ما نقولش لكم ساعة او لا ساعتين. او لا تلت سواء. بل بقى على هاد الحال ساعات طويلة. تقريبا عشرة ديال سواء ولا اكتر. وهو كيعنفها بات طريقة بلا ما يحبس. وكيغتصبها بجميع الطرق. ولكن. الحاجة اللي غادي تصدمكم. والحاجة اللي غادي تبروك لي. ما قدراش نتخيل كيفاش قدر. يفكر في ذيك الخطة الشيطانية. وفي ذيك الاعتداء الشيطاني. هي مني غادي يفكر. انه يجيب القراعي ديال الزاج ديال الشراب. وغادي يدخلهم لها في المناطق الحساسة ديالهم. يعي تخيلوا معايا. النوع دي لهذا الاعتداء هذا. ره ما يمكنش. فهذه اللحظة هننصى في مبقاتش. قدر تستحمل. قدر تغوت وطلب ذك صاحبه لي معاه. وكتقول لي. اعتقني عافك. راه غادي تمشي للحبس. راه صاحبك ما عنده عقل. وانت غادي تمشي معاه. راه غادي تمشي تدمر. تنترسك في الحبس. اعتقني الله يرحم الوديدي. ولكن هو. في عواد اللي غادي يساعدها. في عواد اللي غادي يفكها من ذاك الاغتصاب. وذاك العنف. ويشد صاحبه عبدالواحد ويرميه. او لي يحيدوا من عليها. هو ما غايدير ش هات الشي بطبيعة الحال. شنو غايدير في نظاركم. قرر انه يجبط التليفون دياله. ويصور ذاك الشي ويوطقه. وبطبيعة الحال عبدالواحد بلا ما يشوفوا انه كيصور. صور ذاك اللقاطات كاملين. اللي مني كان عبدالواحد كيعنفها. ومني كان كيدخلي هذوك القراءة. يزاش في المناطق الانتوية ديالها. كان واحد الفيديو اللي وحشي. واحد الفيديو اللي انا شخصيا ما قدرتش صراحة نشوفه. وما قدرتش انني نتمعن فيهم زيان. واغلبية فيكم غادي يكون شافوا. لانه كان منتشر بزاك فيسبوك والانستاقرام. يعني اغلبية غادي يكون شافوا. اغلبية غادي يكون تقطر بزاك في ذاك الفيديو. لانه كان. ما يمكنش انك تكون انسان طبيعي. وتقدر تشوف ذاك الفيديو من الولدها الخرب. لما تتحرك فيك شي حاجة لداخل ديالك. المهم من بعد. مثلا الاعتداء دياله بالقراءة. غا ياخدوك القراءة. وبقي يهرسه معليها. يعني ذاك الزيش كامل. وكيطر لها في عينيها. في المناطق ديالها. المهم عدبها وتعذيب. لانه يكون تعذيب وحشي. شي حاجة كتر. ما كرهتش كون حطيت لكم الفيديو. باش انا كون تشوفوه. ولكن صراحة بقدرتش. لانه فيه كلام اللي ساقط بزاك. ما نقدرش باش انا ننشره في القانات في اليوتيوب. راح شو موجات ناقصة. المهم من بعد هات الشي كامل حانا. غا تبدأ تفقد الواعي ديالها بشوية بشوية. من جهة الحار ديال العنف. والجهة ديال الاغتصاب اللي كان عنيف. وبجهة ذاك الزيج اللي كان يدخليها في المناطق ديالها. وفي عينيها وفي صحتها كاملة. فالاخد ديال عبد الواحد اللي كان. اللي تحت. ما غاديش يستحمل ذاك الصوت ديالها. ما غاديش يستحمل انه. يسمع ذاك الغوات ديال حانا. لانه. زاد عند الحد ديال وسخته مني. سمع هكا تغوات بديك الطريقة. وشوية بشوية بدأ تصوص ديالها. كي ينقص يعني يعرفها. انها بدأت تفقد الواعي ديالها. فهنا غادي طلع عنده الاخ دياله. وغادي يقول ليه خرج لي يا منضاري. وخرج لي يا زبل. لانتا لا هي. لصاحبك خرجوا عليا. درتوا لي الشوها مع الجيران. شوهتيني في الحومة الكاملة. المهم بقى كيددابز مع اخوه. هنا عبد الواحد. سمعوا معايا مزين شنو غادي يدير. غادي يجر حانا. بديك position لي كنت عليها. وما لبست شي حاجة. يعني عريانة من راسها لرجليها. تخيلوا معايا. وغادي يجرها. ويجر جرها في الدروج. وغادي يهبطها. وغادي يلوحها هكك في الشارع. خلاها تملة. وهو يمشي. بحل ما درت شي حاجة. وهذا الشي كامل داره. وماشي خزن على الجيران. او لخرجها في وقيتها لما كانت شي واحد الا. دارها قدام اعيون الناس. وورماها في الشارع والناس كينين. وطوموا بلت غاديين جايين. يعني ما درت شي حاجة في النظر دياله الليعيب او لا لا. هو كان عند باله انه يدير ذاك الشي الخصوية الدار. واحد الاستاس كانت ما. غادي يشوف ذاك اللقطة كاملة. وغادي يبقى فيه الحال. الشي اللي غادي يخليه يتصل بالشرطة. وغادي يقول لهم شنو شفت شنو شفت. الشرطة غادي تحضر بطبيعة الحال في البلاسة. وغادي يجيبوا معهم حتى الاسعاف. باش هكا يشوفوا الحالة الصحية ديال حانان ويسعفوها ويعطقوها. لكين ما يتعتق. وبالفعل غادي يوصلوا وغادي يديو حانان المستشفى. اللي كان ديكس تاعة بقى في الروح. وكانوا كيديروا المشهود ديالهم باش انها تفيقوا وتصح صح. وفي هاد الآثناء الشرطة غادي تقلب على لاعب تلوا واحد. اللي غادي تلقاها غير في الحومة ديالهم. لانه ما كان هربان ما كان عند باله كما كتلكم. انه ما درت شي حاجة اللي هي عيب. اللي غادي تقلبوش درة ديالانسانية ودرة ديال الشفقة. ودرة ديال الرحمة. غادي يعتقلوه وغادي يديوه الشرطة. وهنا يدك الصديق اللي كان معاه في البيت وكان كي صور دك الشي كامل. غادي يخرج للحومة كاملة. واللي طلق معاه كي وريه الفيديو ديال حانان مي كنك يتعدى على عبد الواحد. وغادي يقول لهم اني صورتهم بحجة انني خفت على راسي. وحتى يلاجت الشرطة تعتقلني. يكون عندي الدليل باللي ماشي انا اللي تعديت عليها. وباللي انا مادرت لي هاتي شي حاجة. وهنا بالضبط فين غادي ينتشر ذاك الفيديو. لانه بدك يصفتون صحابهم. وصحابهم كي يصفتون صحابهم الاخرين. وهكذا واحد كي يصفتون الاخر والاخر كي يصفتون الاخر. حتى غادي ينتشر بطريقة اللي رهيبة وطريقة اللي سريعة. في نوقع التواصل الاجتماعي. والمغربة كاملين ديك اللحظة بقى فيهم الحال بزاف وما عشبتهم. اش الحالة اللي كنتش فيها ديك البنت المسكينة. بالرغم من انها تهي يدرت الدن بفعلا. حتى هي جرات راسها ديك الطريقة اللي ممزياناش. ولكن هاتشي ما كي يمنعش انها تبقى فيك. انك تشوفها كيتعدى عليها واحد اللي وحش بديك الطريقة وما تبقاش فيك. لانو راكم عارفين ورا نشرحت لكم بالتفصيل كيفاش كان نوع ديك تعدو. يعني اي وحش تفتيك اللحظة غيشوف داك الفيديو. را غادي يتقطر وغايبقى بلا ناس. وحت الشرطة بطبيعة اللحظة را غادي يكونوا شافوا الفيديو. وغادي يربطو بين الاحداث. وغادي يعرفو حانان كيفاش حتى وصلات ديك البلاثة. كيفاش حتى تعدى عليها وغتصبها وقتلها عصا. وجرها ولحها بكل سهولة في الشارع كأن شيئا لم يكن. هنا بطبيعة الحال البوليس القضية عندهم واضحة. لانو بينهم واحد المجرم. اللي الفيديو دياله واضح يعني كين الدليل. وعاوتاني حانان في المستشفى اللي كاتحارب الموت. يعني القضية صراحة ما كانش عندهم معقدة. لان كل شي كان واضح وبين. وما كانش عندهم شي حاجة اللي كومبليكي. او لاشي حاجة اللي غتخليهم يمشيوا ويبدووا من جديد. ويقلبوا على رأس الخيط. ويلقوا المجرم وعلى جداله. كان كل شي واضح وبين. الشيء الواحد اللي الشرطة غادي ديروه هي غادي يقلبوا على الهوية دي الحنان. ويوصلوا لأم ديالها اللي غادي يمشيوا عندها حتلسلة. وغادي يعلموها بشنوكين. والابنة ديالها شنوك عليها. ولكن مع الأسف فدوك اللحظات اللي غادي يجي الأم ديالها تشوف بنتها في سبيطر. هتلقاها فارقة الحياة. والتوفت. الله يرحمها ويغفر ليها. ولعل هاتش اللي وقع ليها يكون مغفرة للدنوب. ويشفع ليها على قاعدك الدنوب اللي كانت ارتكبت. من زينة ومن فساد ومن معاصي. فالله يرحمها ويغفر ليها ويوستعي لها. كما كان الحال رحك تبقى ضحية. المغربة كاملين تعطفوا معها. والصحافة دارت دور كبير. والجمعيات تهومة. اللي غادي يديروا مظاهرات. وكتلقى الشريع كاملو كيهدر على حنان. داروا مظاهرات وداروا وقفات احتجاجية مهم. ما خلوا مدارو المغرب كاملو ديك الساعة. تزلزل بالاسم ديال حنان. وبالقاضية ديالها. حتى انهم كانوا كيطالبوا بالإعدام ديال عبد الواحد. عبد الواحد كنت يقول للشرطة. انني ما كنتش نوين قتلها. انا فعلا تعديت عليها. ما نكر حتى شي حاجة. عود ليهم كيفاش حتى وصلتوا الهضراء على حنان. وكيفاش حتى الصدرجة عنده للطر. وكيفاش تتعدى عليها. قال ليهم انا راجل حار. وعندي النفس. وما يمكنش نشوف. الحبيبة ديالي. اللي انا نوين معها المعقول. والعشرة ديالنا. لمدة عشرين عام. تخلني مع شي واحد اخر. او لا تهضر فيها بالخيب. انا فعلا. ضربتها. عنفتها. ولكن ما كنتش قاصد نقتلها. فهنا الشرطة. غادي تسول عبد الواحد. وغادي تقول لي. هش كون كان معك. في ديك اللحظة. اللي كنتك تعدى عليها. عبد الواحد. غا يقول لهم. بانه كان معي الصديق ديالي. هو اللي صور الفيديو كامل. وكان معي الاخ ديالي. في الضر التحت. وحتى الاختي ديالي. اللي كانت تعطتني السوارت. هنا يا غادي يقول لهم عندنا. ثلاثة ديال المتهمين. وعبد الواحد هو الرابع. غادي يمشوا يعتقلوهم. وغادي يجيبوهم. باش انهم. يستجوبوهم. وغادي يمشوا حتى. اعتقلوا ذكر بعض النت. اللي انتشر عندهم الفيديو. في الاول. لانهم هما. اللي انشروه في المغرب كامل. كما كنت لكم واحد. بقى كيسفتها الاخر. والاخر كيسفتها الاخر. حتى انتشر في المغرب كامل. فغادي يقول لي. وعندنا هنا يا. ثمانية ديال المتهمين. عبد الواحد بأما انه اعترف. فغادي يخرجوهم من القادجة. وغادي يخليوها ابا. الاختي دياله. نكرت قاع. واش كتعرف هذا عبد الواحد هذا. وقعت لهم بانني انا اصلا مخاصمة معاه. وما كنا ادرج معاه مدة هذه ما شفتوش. اما الاخ دياله. فغادي ينكرته هو واحد شوية. وغادي يقول لهم. انا مني سمعت وكي تعدى عليها. ارانا جيت وخرجتهم. وكتليهم خرجوا عليها من الدار. اما الصديق دياله. فما عنده ما ينكر. لانه. كنك يصور الفيديو. اما بالنسبة للبعاء الاخرين. اللي انشروا الفيديو. فكانوا قالوا الشرطة. باننا احنا ما عندنا تشي علاقة. فقط الصديق ديال عبد الواحد. ورنا الفيديو. حتى احنا وصلنا الفيديو من طرف الصديق ديال عبد الواحد. ولا من ديرو بيدينا ولا برجلينا. وكانوا كي يحاولوا انهم يبرؤوا راسهم. ولكن المحكامة. ما غاديش تعتمد على هذه الأقوى ديالهم كاملين فقط. بل غادي تشوف قضية مزيان وغادي تدرسها مزيان. وغادي تعتمد حتى على الكلام ديال الشهود. اللي هما الناس ديال الحومة. القاضي غادي يقرر باش انه ينتق بالحكم ديالهم. وغادي يكون الحكم ديالهم كالتالي. عبد الواحد بطبيعة الحال. غادي يحكموا عليه بالإعدام. او للمؤبد. اما الأخت دياله غادي يتحكم عليها. بخمس سنين ديال الحبث. لأنها هي اللي كان تعطته الساروت. ولكن في الاستئناف غادي تستانف. وغادي يتحكم عليها بربع سنين. اما الأخ دياله. اللي كان هو ملدار. لأنه عبد الواحد كما كتعرفه. كان ساكن مع الأخ دياله. كان عطيه بيته ساكن فيها. فغادي يتحكم عليه بعشرين سنة ديال السجن. لأنه الجيران كاملين كانوا شاهدين. بأنه عبد الواحد. كان ديما يدخل حانا. وديما كان يعنفها. وبالوجود ديال أخ دياله. أما الصديق دياله. اللي غادي يصور الفيديو. فغادي يتحكم عليه. بخمس سنين ديال الحبث. أما بالنسبة لربع ديال الأشخاص. اللي وصلهم الفيديو. هما اللي أولين. وبقاو ساكتين. معلموا الشرطة. هما اللي غادي ينشروا الفيديو في المغرب كامل. غادي يتحكم عليهم. بخمسة وعشرين عام ديال الحبث مفرقة. ماشي خمسة وعشرين عام لكل واحد. لا. خمسة وعشرين عام مفرقة لربع ديال الأشخاص. ودبع حاليا في الفين وعشرين. رهون باقي. كيدوزوا في العقوبات السيجنية دياله. وهدي عبرة لقاء الناس. اللي كي سمعوا هاد القضية. عمركم تسكتوا على الظلم. أولى على الحقرة. شوفوا واحد كيتعدى على الأخر. داروا رخصكم تدخلوا. وحتى إلا ما قدرشوش ندخلوا. ما قدرشوش تديروا شي حاجة. فداروا رخصكم تنساحبوا. ومباشرة تصلوا بالشرطة. أو تديروا شي حاجة. لأنه. السكتوا على الحق. شيطان أخرس. وحتى طريق الحرام. يبعد من هالواحد. لأنه ما كتفيدك بتشي حاجة. أنتو ما شفتو حالة المسكين. وشنو قعليها. كانت ضحية وكانت قاصر. وما كانش عندها العقل. يعني بناديم يعرف شنو كيديروا. وبعد من طريق الحرام. راح قليل ومدون. ولا كتير ومقطوع. بلدي ممشي خدم خديمة على قد الحال. وتجيب له طريف ديال الخبس حلالا طيبا. وتخليه هاني في دماغه. على أنه يتعلق فين التفلق. ويخدم شي خدامي اللي هو ما حرام. يرام مرة ما عادة توصلك الشي حاجة المزيان. انتمنى القضية ديال اليوم تكون عجباتكم. وخأنها مؤلمة بزاف وقدر في الخاطر. نتلاقوا في فيديو جديد وفي قضية جديدة ان شاء الله. السلام عليكم. اشتركوا في القناة